ارتفع عدد إصابات كورونا إلى 1848 وعدد الوفيات إلى 856 حالة خلال 24 ساعة وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة الإسرائيلية وبحسب معطيات الوزارة بلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار كورونا أكثر من 105 ألف حالة فيما وصل عدد الإصابات النشطة إلى ما يزيد عن 21 ألف هذا وأبلغت وزارة الصحة لجنة كورونا في الكنيسات بأن أكثر من نصف مليون شخص مكثوا في حجر صحي منذ بداية انتشار الفيروس ورقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مدير عام وزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي قوله إنه ينبغي فرض قيود جدية أكثر للحد من انتشار الفيروس في حال ازدادت الضغوط على المستشفيات وارتفع عدد المصنفين بحالة خطيرة إلى 600 أو 700 شخصاً